هذا ودخلت قمة عمان مراحية لها النهائية بعدما أنهت كافة التجهيزات المتعلقة في إنجاح أعمال القمة الثامن والعشرين وتعتبر قمة عمان أول قمة عربية رقمية تعرض كافة الجلسات المفتوحة على مواقع تواصل الاجتماعي مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي أنهى الأردن استعداداته التحضيرية لتنظيم القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرون والتي تستضيفها العاصمة عمان وتحتضنها منطقة البحر الميت في الفترة ما بين الثالث والعشرون ولغاية التاسع والعشرون من مارس الحالي حيث تشتمل الاستعدادات على اجتماعات تحضيرية سياسية واقتصادية وفنية على المستويات الوزارية والمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للدول المشاركة في القمة نحن والحمد لله نفتخر بقدرتنا على تنفيذ مثل هذه الأحداث الكبيرة لوجستيا وأمنيا بذكر أيضا أن هذه رابع قمة عربية تعقد في الأردن كان في قمة في سنة الثمانين في السبعة وثمانين قمة الوفاق والاتفاق كان هناك أيضا قمة في الالفين وواحد والآن القمة الرابعة اللي دائما نحن في الأردن نتشرف بأن نكون مضيفين لأشقائنا العرب في قممهم ومن أبرز الاستعدادات التي سعت لها المملكة الأردنية الهاشمية في هذه القمة أن أطلقت اللجنة الإعلامية المسؤولة عن التحضيرات الإعلامية المتعلقة بالقمة العربية منصات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وذلك لأول مرة في القمة العربية حيث يؤسس هذا النمط من التواصل ضمان متابعة العالم أجمع لما يصدر من قرارات ناتجة عن القمة والتعريف في القضايا العربية وتوسيع قنوات التواصل المباشرة مع الإعلاميين والمهتمين بأخبار قمة عمان واجتماعاتها التحضيرية هذا المركز يعمل وفق أحدث تقنيات الممكنة التي أردنا توفيرها للإعلاميين من حيث الصحافة التقليدية، الصحافة الحديثة، الإنترنت، الفضائيات، الإذاعات كل هذا أجرين تسهيلات اللازمة سترى في الخارج استوديوهات تلفزيونية ووحدات منتجة الاتحاد الإذاعات الدول العربية يعمل مانع على تأمين جميع الجلسات المفتوحة على الهواء مباشرة من خلال أي محطة ترغب في ذلك الأردن استعد كامل الاستعداد على المستوى الرسمي والشعبي والتجهيزات لاستقبال الأشقاء العرب بمستوى كافة الوفود بدءا من كبار المسؤولين لبدء عقد اجتماعات اليوم إلى القادة العرب الذين سيحلون في بيتهم الثاني المملكة الأردن لها شمية بضيافة جلالة الملك عبد الله الثاني ويسعى الأردن إلى إعادة الزخم للقضية الفلسطينية في هذه القمة وإيجاد حلول فعلية للقضايا العربية العالقة بعدما أصبحت تشكل خطرا حقيقي على مستقبل الأمة العربية ووحدتها وعروبتها استكملت قمة عمان استعداداتها التحضيرية على كافة المستويات الإعلامية والسياسية وحتى الأمنية استعدادات من شأنها أن تخلق أجواء حميمية لحل القضايا العربية العالقة من مقر انعقاد القمة في منطقة البحر الميت زيد الخلفات تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر